موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم معرؤة يا رب تكونوا بخير وسعادة في ظل الظروف الكورونا اللي إحنا فيها وإحنا بنعتبر نفسنا بمجرد ما بنخش شهر مارس إن إحنا دخلنا في شهر المرأة بداية من اليوم العالمي للمرأة لغاية عيد الأم كل سنة وكل أم طيبة وكل عام وكل بناتنا وإخواتنا بخير وسعادة النهاردة موضوعنا مش هيبقى لي علاقة بعيد الأم خالص هو هنتكلم عن التنمية المستدامة وإزاي الثقافة بتاعتنا بتأثر في عصر التكنولوجيا الحديثة اللي إحنا فيها دلوقتي والسريعة جدا اللي إحنا بنمر بيها الأيام ديت معانا في الستوديو نهاردة دكتور عبدالعظيم نجم أستاذ في كلية الهندسة جامعة الزقزي أهلا بحضرتك دكتور عبدالعظيم أهلا وسهلا يا فنم أهلا بحضرتك إحنا طبعا نسمع مفهوم التنمية المستدامة كتير فإحنا عايزين نفهم من حضرتك يعني إيه تنمية مستدامة بسم الله الرحمن الرحيم تنمية مستدامة بداية التنمية ده بداية المصطلح ده بدأ بكلمة الاستدامة في الأول سنة 1980 لما وجدنا أنه القائمين السكان والبشر الموجودين على القرى الأرضية بيستهلكوا أكتر من الممكن الاستهلاكه يعني إحنا لو مثلا المتاح بالنسبة لنا مثلا مية جنيه فإحنا بنستهلك مية وخمسين جنيه وبالتالي إحنا المواد الطبيعية بتاعت الأرض بتستنزف فالناس بقى تفكر إزاي نحافظ على استدامة هذه المواد الطبيعية ومن هنا 1999 أو 2000 بدأوا يختتموا الألفية بتاعة 2000 دي بمجموعة أهداف سموها الأهداف الثمانية الأنمائية للتنمية أهداف الأنمائية للتنمية ودول 8 أهداف وكان ملاقص الأهداف دي القضاء على الفق والجوع وتحقيق تعميم تعليمي ابتدائي كان يهتموا جدا لأنه كان كتي جدا من الناس بالصباب والتعليم ابتدائي وبعدين تعزيل المساواة بين الجنسين عشان فيه دول كتيج جدا المقطعات كتيج بتفرق بين الرجل والمرأة وبعدين كان فيه أطفال كتيج بتموت في دول مختلفة نتيجة المأمراض والفيروسات فكانوا الهدف الرابع تغفيد نسبة الوفيات في الأطفال وبعدين تحسين الصحة وبعدين مكافحة فيروسات إزكت ظهرت فيروسات إزكت بتضمى حيات كتيج وكان لسه ما طلعش ليها يعني يتعاملوا معها إزاي دلوقتي بدأت يعني حديثا ظهر أنه فيه طوق للوقاية للقضاء على الفيروس وبعدين كفالت استدامة البيئة لأنه وجد أنه في دول كتير البيئة بتلوز ما فيه الكفاية النهية تخلى حياتنا سيئة وبعدين إقامة شراكة عالمية يعني أنه بفيه شراكات عالمية لتحقيق هذه الأداب بعد كده الكلام ده نفروض كان يحصل كل ده قبل 2015 لأنه ما حصلش لحد 2014 فبدأوا في 2014 يخططوا لعمل أجندة كبيرة أوسع وأشمل سموها التنمية السادامة فالمجموعة المفتوحة في الأمم المتحدة اللي هي بتفكر وتحط أفكار بدأوا يعملوا خطة أو مجموعة أفكار حطوا 17 هدف وحطوا ليهم 169 غاية وقالوا إحنا عايزين نحقها دي في كل الدول أو يعني على الآن نترحق ونشوف الجميع العمالي الأمم المتحدة حتوافق عليها ولا لا بحيث أنه فبدأوا يشغلوا عليها من 2014 لحد 2015 في أيلول أو في سبتمبر 25 سبتمبر 2015 الجميع العمومية اعتمدت هذه الهدف السبعة عشر هدف للتنمية السادامة وكلمة تنمية مستادامة الوحدة باكة مصطلح ده الهيستري بتاع الموضوع أو التاريخ بتاع الموضوع كلمة تنمية مستادامة نحن ناخد احتياجاتنا من المواد الموجودة ولا بدون منجير بدون منيجة على احتياجات الأجيال من غير مندر الأجيال القادمة بالضبط بالضبط والجميع العمومية اعتمدت أنه هو ده الهدف الأقصى الأهمية هو القضاء على الفقر وطبع ما سألت القضاء على الفقر دي نقول شبه مستحيلة فهم وهم بحطوا لغايات حددوا الوسائل إزاي يتم القضاء على الفقر وحددوا بالذات الفقر المطقع الفقر المطقع معناه أنه واحد يعني مش قادر يعيش حياة حتى الحياة حد الأدنى من الحياة وبالتالي كان الهدف الأول وهو أهم هدف هو القضاء على الفقر المطقع الهدف الثاني في الحقيقة كان اللي يجيب عند منه على طول أنه أنت توفر الغذاء وبالتالي القضاء على الجوع الكلام تتكلم عن دروع العالم لأنه حضر 193 دولة وفقوا على يعني إجماع يعني العالم فيه تقريباً 20 دولة ف193 دولة وفقوا على 17 هدف وعلى الغايات 169 وبالتالي الأول مرة يحصل إجماع على خطة التنمية للصدامة اللي يسموها تحويل عالمنا تحويل عالمنا خطة نوم السدامة 2030 وبالتالي نتصور أن كل الدول عندها خطة ما فيها مصر طبعاً نرجع لأهداف الهدف الثاني كان القضاء على الجوع الهدف الثالث كان بتكلم على الصحة والرفاهية يعني صحة جيدة ورفاهية الهدف الرابع كان بتكلم عن تعليم تعليم الجايد لكله هناك كان بتكلم في الإنمائية كان بتكلم عن تعليم التدائي دلوقتي أطلق التعليم لكل المراحل التدائي وعداده وسنوي وتعليم جيد يعني حط شرط كمان وتعليم جيد وبعدين المصورة من الجنسين لأن دي حالة ضرورية لأن دول كتير مازالت بتفرق وبعدين المياه نظيفة لأن فيه بعض القرى والأماكن ما بتعفش تشرب مياه نظيفة بعضهم بيشرب مياه مش نظيفة ونشوف صورة كتير في بعض الدول اللي الدنيا صغر بالنسبة لهم يعني طبعاً بالمناسبة دي إحنا عندنا فقر مائي يعني فإحنا يعني نرجو نحن ندخلش على الجزئية اللي نحن مش لقيم مياه نشربها وخاصة بعد بعض المنشآت اللي بتقام على النيل طاقة نظيفة وأصعاب معقولة يعني تبقى أن الطاقة متاحة ونظيفة النظيفة دي مهمة جداً لأنه فيه طاقة بتلوس البيئة فمعناها بتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر طبعاً داخلة بقوة دلوقتي في المجال ده عندنا عدة محطات يمكن العمل اللي هي كنمو الاقتصاد يعني جات فرص عمل للناس مع نمو الاقتصاد وبعدين الصناع والابتكار والهياك الأساسية الهياك الأساسية اللي هي البنية التحتية اللي هي مصر شغالة فيها دلوقتي على أوسع نطاق ما شاء الله وبعدين الحد من أوري عدم المساواة ومدن مستدامة مدن مستدامة أعتقد مصر أيضاً بتقوم ببناء العديد من المدن دلوقتي فيها مكان مختلفة كلها مدن جديدة ويتوفر فيها طرق الاستدامة وبعدين دخلوا في العمل على يعني استيعاب التغير المناخية التغير المناخ دي من حاجاتنا الحاجات المهمة جداً لأنه بتأثر علينا كلنا على الجميع وبالمناسبة دي احنا لدينا كتاب في سبينجر ده ناشر دولية اعتبروه من ضمن الكتب اللي بتساهم في حل مشاكل التغير المناخ الكتاب دي عاملينه مع معايا اتنين واحد اتنين من معايا زميل من العراق اسمه هياد القراشي وموجود على سبينجر وبالنسبة هو مجاناً للمصريين يعني اي مصري قدر يحمله من البنك المعرفة اه من غير حاجة يعني اعتبروه بنهني حضرتك طبعاً بالكتاب العظيم اللي عملته دوت ده فخر لينا والمصر ان احنا عندنا باحث بيكرم دولياً على مستوى العالم بالشكل ده اشكراً هو الكتاب اسمه انفيرومنتال روموت سينسنج اند جي اي اس ان اراك انا كنا عملنا قبل من واحد لمصر وواحد زيه في تونس يعني احنا بنحاول نساهم بشكل او باخر في مجال تخصصنا في تحقيق ولو حاجة بسيطة في اهداف تنهم سادامة بعدين الحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعد والمؤسسات القوية واخر واحد لها 17 يعني عقد الشراقات لتحقيق الاهداف وده بالزبط ده بيتم في مصر بقوة شدية جداً لان هي بتعمل خططة الاستراتيجية يعني شركة القطاع الخاص وشركة الجهات الدولية الهمة بالنسبة لها يعني فش يعني ان شاء الله انا متابع يعني خطة مصر وخطة 20-30 طالع عليها فاحنا ماشي في سكة ممتازة بالنسبة للاهداف تنهمة مستدامة انا لازم هتكلم عن مصر لما تيجي اهداف تنهمة مستدامة لانه يعني بلدنا حبنا طبعاً بما ان حضرتك ليك مشاريع دولية كتير وكده فاحنا نحب نعرف لو في مشروعات حضرتك بتعملها بتخدم بتخدم اي هدف من الاهداف السبعتاشر اللي احنا لسا قيلين عنيهم انا اشكرك جداً على السؤال ده يوضح ان انت موزيع رائع لان انت بتاخد الكلام النظري وعايز التطباية عملي وبتزنوه الضيف فانا اشكرك جداً خلينا اقول لك انا فعلاً عندي عدد من مشروعات اقول لهم لحضرتك سريعاً المشروع الاولاني ممول من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا في مصر وكمان ممول من البرتش كونسل اللي هو الكنسلية البرتنية الاجمال اللي تمويل بتاع المشروع سبع مليون جنيه احنا الاتنين جامعة اكستر في انجلترا وجامعة الزائزي بنشتغل في هذا المشروع تقريباً سنتين دي خناها سنتين دلوقتي ونتيجة الظروف كورونا وبعض الاجراءات الخاصة بالمناقصات وكده فهو حالياً في الوقت الحالي المشروع ده انا هقول لحك المشروعي بالزبط المشروع ده المناقصة بتاعته وجاري ترسية المناصة على احد الشركات اللي هي تبدأ تنفزه المشروع عبارة عن عن زراعة داخل صوبة صوبة مبتكرة الهدف من صوبة المبتكرة دي انها تاخد ميتها من مياه جوفية مياه جوفية مياه ملحة مياه جوفية الملحة دي مفروض ان احنا بنعمل لها تحلية لان اغلب المياه الجوفية في كسيم الصحير مصر مياه ملحة وبالتالي المشروع مصمم نواه يخدم المناطق البعيدة اللي هي ما عندهاش يعني مفيش اكل مفيش غيزة يعني مفيش فود مفيش غيزة وطاقة متوفرة والمياه ملحة وبالتالي احنا بالشكل لها بعد تنفيذ المشروع نصمم نموذج على نطاق كبير تجاري بحس يقدم هذه الكميونيتيز او المناطق البعيدة اللي هي محرومة من مشروع بقى تاني وبارة عن زراعة داخل صوبة صوبة محمية بيسموها عارف الحركة ان مصر دلوقتي في طريقها طبعا بدأت في مشروع الصوبات ده بشكل مكثف جدا وكثير من المنتجات موجودة دلوقتي في السوق المصري عن طريق الأدوات اللي بسعملها كبيرة المسلحة لتوفير سلع اللي هم الفقراء والمحتاجين والتحسين من الصوبات الصوبات الزرعية حوالي 100 ألف صوبة رقم كبير جدا هيتزيع قد يكون هناك بعض الأمور اللي احنا محتاجين نحسنها فالصوبة دي عبارة عن صوبة بحسية سوف تكون بمعالجة كل الأمور اللي هي خاصة بصوبات موجودة بحسي بجا نموذج مبتكر يقدر يخدم حتى تنفيذ الأمثل للصوبات المصرية اللي جاي تنفيذها دلوقتي فهو عبارة عن صوبة مبتكرة بتاخد مياه جوفية ملحة بنحل المياه الجوفية وبتاخد طاقتها من طاقة شمسية بيتم الزراع داخل الصوبة بالمياه العزبة وما بقية ممكن يستخدم لأراضي الشرب والأراضي الأخرى اللي حوالين للصوبة كمان المياه الملحة بنقدر ناخدها ونزع بيها أعلاف فهذه الأعلاف بناخدها نربي عليها حيوانات مواشي ميز أغنام وبالتالي احنا بنعمل بننتج فود وبننتج سواء خضروات أو خلافه وبننتج أعلاف بننتج لحوم وبعدين بنطلع مياه نظيفة وبعدين في عمالها تشتغل في الصوبة فاحنا بننمي الاقتصاد هي صورة مبتكرة طبعاً لما تعمل على انطق كبير هيبقى فيه مستثمين جداً كتير ممكن تبنوها وممكن تبقى منتشرة في الصحراء وعلى سواحل البحر المتواصل البحر الأحمر على الأساس تبقى جنب المياه الملحة وناخد مياه ملحة وننحلها هي يكفي أن هي هتوفر لنا في الموارد لأن هي هتستخدم مياه ملحة فهنوفر في المياه العزبة وهتستخدم الطاقة الشمسية فهنوفر في طاقة الكهرباء هي بتصب في الهدف الأولاني الهدف الثاني الهدف الثالث والرابع والهدف السادس أعتقد وكمان آخر هدف اللي هو 17 يعني مجموعة هدف حوالي سبع أهداف يعني مجموعة سبع أهداف لأنها فيه بيننا شراكة دولية بالنفذة في المشروع ده بيننا وبين جامعة إكستر في إنجلترا في الولايات المتحدة وكمان فيه شراكة مع المصات الحكومية والقطاع الخاص أن هم يشتغلوا معنا في الصوبة دي فإحنا كمان محققين مش هدف واحد في الحياة مجموعة أهداف يعني المشروع الثاني المشروع الثاني مشروع بحيرة ناصر ده بنك مصر المائي بنك مصر المائي كل سنة كان مفروض فيه فيه بتطلع نسموها إيه مجموعة باحسين معاهم مركب كبير عشان يعملوا يعني قياسات مختلفة للبحيرة سواء على المية أو السيديمنت أو نوعية المياه أو الأعماق دي بتكلف كبير قبل السواء كان بالترتيب مع السودان بنعمل مسح للبحيرة كلها بعد السواء توقفت السودان لما سودان قاسه يعني توقفت بقى أن الجانب المصري بقى يطلع بالرحلة دي يعمل قياسات في الجانب المصري لكن اعتقد دي توقفت مربما 2018 يمكن بعد السواء توقفت شوية كان آخر حاجة متاحة 2018 وبعدين توقفت شوية ربما يرجع الثاني دلوقتي الهدف من المشروع بتاعنا أني احنا نقدر باستخدام مربض الفرز بقى أني احنا أو الشاهد أني احنا هنستخدم الصور الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية الجديدة بتاع تتحدى الأوروبي لسنتينيل في أنه احنا الصور دي مصممة خصيصا لمسطحات مائية الاستطلاي الدم مصمم خصيصا أنه يعمل مونترينج ومسح للمسطحات المائية وبالتالي احنا وجدنا فيه مكسب كيفي جديد ان احنا باستخدام الصور دي والمتخصصين في المجال ده ما بين الأعماق وما بين التصرفات اللي هي كميات المية يعني وبالتالي نقدر في المستقبل نبني نظام ما يخلينا ما نوحشي نصرف ملايينة عشان نعمل قياسات روال بحيرة يعني بدلا ما كنا نطلع كل سنة نعمل قياسات ممكن نطلع كل عدة السنوات نعمل شك بس إنه المونترنج اللي شغال بالعمر الصناعي يعني بدي نتائج دقيقة ولا لا ده ده المشروع التاني شغالة برضو فيه شراكة بنوفر فيه بعض الشروط التنمية لبعض الهدف السبعتاشر منها الهدف السبعتاشر لأن احنا بيننا وبين إيطاليا ده بايلاترا البروجيكت مبتوين المركز القامل للبحوث في إيطاليا اللي هو في بيزا وأكاديمية البحث العلمي هي اللي مويلة المشروع ده مشروع مدته كانت سنتين السنتين في الحقيقة خلصوا لكن هما مدلنا سنة تانية عشان نزوف كورونا طبعا كورونا قصرت على كل حاجة آآ في الدنيا مشروع التالت آآ ده مشروع كبير جدا بيمولوا الـ آآ اللي هي وكالة التنمية الأمريكية مشروع ده بتلاتين مليون دولار آآ شارك فيه خمس جماعات مصرية وخمس جماعات آآ أمريكية مشروع ده ليه محاور كتير متعددة محوى قايم على بناء القدرات المؤسسات التعليمية محوى آخر قايم على عمل أبحاث تطبيقية تفيد المجتمع المصري وفيه مدود مخارجات تفيد المجتمع المصري آآ تطوير لوائح بناء برامج جديدة حوكمة يعني ما يخص المواد المائية والأبحاث في مصر بالاتفاق طبعا مع الـ آآ وزارة المواد المائية والرعية والمركز البحثية في مصر ده الشوكاء في ده كتير جدا يعني ما داشا حصوهم الشوكاء الداخليين جو مصر سواء الحروق الجامعات أو القطاع الخاص شوكاء التنمية يعني ما فيهم طبعا الوزارة المختلفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة البيئة وزارة المواد المائية والرعية وزارة الزراعة كل دول مشاركين معنا المشروع ضخم ومستمر المشروع خمس سنين انقرف منه العام الأولاني وأعتقد نحن ماشيين على الخطة لكن يعتقد أنه نتيجة كورونا في بعض الحاجات يعني لم تأجيلها وخاصة صفر جلوات المتحدة الأمريكية للتدريب وغيرها وعرض روش العمل لكن أعتقد نحن نقدر ننفس بعضها في مصر في جامعة الأمريكية يعني لحد ما نشوف الوباء ده آخر وإيه ولكن احنا مستمرين في المشروع بأداء كويس والحمد لله يعني بتوفيق إن شاء الله بل انتهت مشروعات ومقدمين في عشر مشروعات أخرى بعضها ممكن بتقبل بعضها بترفض لكن احنا طموحين جدا أن احنا نعمل حاجات تفيد المجتمع المصري وكلها بالصب في أهداف تنمية المستدامة يعني بتوفيق إن شاء الله للمشروعات اللي فعلا بتتنفس دلوقتي والمشروعات اللي انتوا لست مقدمين عليها هننتنقل بس الحتة تانية مهمة جدا بالنسبة لبعض المشاهدين أو أغلبهم وهي هل ممكن أن احنا نطبق مفهوم التنمية المستدامة ده في علاقتنا الحياتية ما بين الأسر ما بين العلاقات الأسرية العلاقات الزوجية العلاقات في الشغل ممكن نطبق ده؟ اه طبعا أكيد بس خالين ايه اقولك انه حتى نطبق على المستوى الدولي يعني تطبيق المفهوم التنمية المستدامة على المستوى الدولي في القضاء الدولية ممكن جدا تطبيق زي مثلا موضوع سد النهضة ريس السيسي بيانهج نهج تنمية مستدامة تنمية مستدامة في العلاقات الدولية معناها أنه يبقى فيه شراكة اللي هو الأقم 17 الهدف 17 فهو دايما مصر أن احنا نعمل شراكة مع الدول دول حض النيل وندعم دول حض النيل ويبقى مصلحتنا وصلحة مشتركة ما فيش حد يجوه على حد تاني لأن نهر النيل هذا نهر دولي يعني بي نتشر طبيعة وقدنا لأناه ما فيش حد عمله ففيش حد يقدر يحتكر المنبع ده لحساب ولا يقدر يقيم عليه سدود طبقا لقنون الدولي فهو من أول ما بدأت القصة السد والمفاوضات لأن أكثر نحوال عشر سنوات دلوقتي وهو بيتبنى هذا النهج نهج التنمية المستدامة إن احنا عايزين كلنا نبقى شركاء في التنمية وما فيش حد يجوه على حد وكلنا ننمو مع بعض ونجبه مع بعض فده توجه ممتاز جدا بالنسبة لتطبيق التنمية المستدامة على العلاقات المختلفة يعني علاقة بيك علاقة بالآخرين علاقة الناس البعضية علاقة الناس بمؤسسات علاقة الزوجية جدا 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 يعني بس احنا ممكن نغير المستدامة شوية وممكن نخليه التفكير الأخضر التفكير الأخضر هو التفكير الإيجابي يعني التفكير الإيجابي بمعنى إن انت ما تفكرش في السلبيات فكر دايما بشكل إيجابي فكر إن انت تساعد الآخرين إن انك تنمي علاقاتك إنك تحتهمهم إن انت تساعدهم وبالتالي ما تفكرش كتير في أي حاجة سلبية دايما حاول تفكر بشكل إيجابي ده باختصار يعني كل حاجة الإيجابية معناها إن أنا نفذ الإيتيكيت في كل مجال يعني الإيتيكيت في كل مجال ما فيها مثلا لو أنا بقى بعت إيميلات الإيميلات لها إيتيكيت تعاملنا مع بعضين على إيتيكيت الاكل إيتيكيت استخدام المواد الطبيعية إيتيكيت فهو تطبيق الإيتيكيت السليم في كل مجال أو نظر نسميه تصارفات الإيجابية في كل مجال هو ده بيخد يخدم جدا تنمية مستدامة إحنا للأسف حلقتنا بتخلص إيضا وإحنا استفدنا من حضرتك وبس أكيد لازم توعدنا إن يكون في حلقات تانية لأن في موضوعات كتيرة جدا عايزين نسأل حضرتك فيها تخص التنمية المستدامة وإزاي نحسن علاقتنا ببعض ونعيش في سعادة أكتر بنحب نشكر حضرتك في نهاية حلقتنا وهنستناك إن شاء الله في حلقات تانية أعزائي المشاهدين يارب تكونوا قدرتوا تستفادوا معنا من المعلومات اللي قلناها وانتظرونا في حلقات قادمة هتوحشوني لحد الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة